يهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة ثانية امرأة قيادية ومتحدثة رئيسية في الأمم المتحدة تتمتع بمكانة مرموقة ومعروفة عالميا في مجال محاربة السرطان وهي أول عربية أول شخصية غير عاملة في مجال الطب تترأس منصب رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسنة من العام 2018 إلى العام 2020 سمو الأميرة دينا مرعد رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بدأ مشوارها في مكافحة السرطان عربيا وعالميا بعد إصابة ابنها بالمرض الخبيث وهي اليوم معانا لتحكي لنا أكثر عن مسيرتها الطويلة المليئة بالكفاح والتحدي أكيد في البداية نرحب بسمو الأميرة دينا مرعد رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومديرة سابقة لمؤسسة الحسين للسرطان يهلا وسهلا فيك وحنا سعداء للأمانة بتواجدك يسعد صباحك وشرفتين وأنا بالأكثر يعني بشرفني أنه أعمل هذا اللقاء من أحلى البرامج اللي دائما منشوفها بداية سمو الأميرة كلمين عن انتخابك كأول عربية تتولى منصب رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان شكرا كتير لسؤالك أنا طبعا إلي الشرف الكبير كان كأول عربية وبعدين كأول امرأة لا كأول عربية وأول امرأة عربية تم انتخابي لهذا المنصب العالمي اللي تم انتخابي من 1100 عضو من 177 دولة بس تعطيكم فكرة على الاتحاد هو أقدم وأكبر وأهم اتحاد اللي بدوم كل المعنين في مكافحة السرطان في العالم فطبعا يعني هي مسؤولية كبيرة علي وأنا فخورة كتير فيها بس بتخيل ومن رأيي الشخصي أنه تم انتخابي لعدة أشياء أول شي كأم لطفل نجا من مرض السرطان بقدر أجيب وجهة نظر المريد وأهل المريد وأمثل مرض السرطان بالعالم من هاي الناحية هذا واحد الإشي الثاني كوني كنت مدير سابق لمؤسسة الحسين لسرطان من 2002 لل2016 وأسست كل مهام المؤسسة والأعمال اللي بتشوفوها هلأ اليوم هذا بيعني إنه كمان كوني من دولة نامية إنه أول شي إنه بعرف التحديات على أرض الواقع ما بعرفها بس مجرد كنظرية قرأت عنها إنه أنا من الدول النامية بس بعرف التحديات بعرف شو بيعني لما مريد بيجي على مستشفى سرطان معوش مصاري يدفع شايفة كل هذا الإشي بس بنفس الوقت أثبتت أو أثبتنا إحنا كجزء من الفريق اللي نهض بمركز الحسين السرطان إنه مزبوط فيه تحديات ومشاكل ولكن فيه فرص ومعظم مشاكلنا خصوصا بالعالم العربي وبالدول النامية إنه إدارة وحوكمة أكتر من ما هي موارد مالية مزبوط تكلفة علاج السرطان معقدة وإدارته معقدة ولكن معظم مشاكلنا هي حوكمة وإدارة سمو الأميرة للأمانة في كثير من الشخصيات يأخذون مناصب تشريفية لكن إنتي سمو الأميرة رحلتك مع محاربة السرطان لها قصة طويلة فودنا نعرف وش هي هالقصة هذه اللي مريتي فيها معاك حق مية بالمية أنا ما بزبط أكون تشريفية أبدا ما بزبط شخصيتي هيك لازم أنا يعني إذا حدا بيعطيني مهام لازم أفوت فيه من الألف للياء وهذا كتير مهم صراحة وبالذات كونه عندي الخبرة الشخصية في الدافع كمان اللي زيادة عن إنه الواحد يكون يعني زي ما تقول شغيل ومثابر بشغله هذا كمان كتير مهم أول شي أنا دخلت عالم السرطان السرطان هو اختار عائلتي مش أنا اللي اخترته لما ابن ركان حبيبي تم إصابته بالليوكيميا بسنة السبعة وتسعين وأنا ذاك ما كانش في عندنا مركز صراحة قادر على إنقاذ الحياة في الأردن فطر يعني من المحظوظين أنا بقدر أقول إنه قدرنا نسافر للخارج أول شي طلقينا العلاج ببريطانيا ومن ثم للولايات المتحدة وعملنا زراعة نخاع ومن أخته شيرين ومرنا بمرحلة صراحة كتير سعبة بس صراحة يعني الواحد يعني كنا من المحظوظين اللي قدرنا نعطي أفضل فرصة للعلاج لابننا وللأسف هذا الإشي مش موجود لجميع الأهالي فلما خلصنا معركتنا والحمد لله ركان نجا الله مرحب الحمد وبقدر أقول إنه أنا عندي أهم لقب إلي إنه أنا أم لطفل نجا من مرض السرطان لما رجعت نضميت للفريق إنه نقدر ننهض بمركزنا اللي كان اسمه مستشفى الأمل أنا ذاك وكان بالفعل إنه هذا المستشفى فيه أجهزة وفيه البناية ممتازة وفيه عندنا ما شاء الله بالأردن يعني أطب رائعين وممردين رائعين ليه ما كان هذا المستشفى قادر على إنه يعني يشتغل صاح وينقذ الحياة وهون إجت قصة الحوكمة والإدارة وإلى آخره واشتغلت جزء من فريق ما حدا بشتغل لحاله بين هيئة الأمناء وبين مدير المستشفى والطاقم بأجمله وأنا بأكمله وأنا كمدير عام للمؤسسة وفريقي اشتغلنا شغل لا يصدق يعني لمرات للـ 11 بالليل في البدايات تنقدر نحط القوانين الصح والحوكم الصح تنقدر نشتغل صح والحمد لله صار مركز الحسين من أفضل المراكز بالشرق الأوسط ومعتمد عالميا كمركز متخصص السرطان فهاي هي كانت التجربة وحمد لله اشتغلنا وبنينا توسعة جديدة اللي فتحت قبل سنة ونص ونضم معانا كل المجتمع والتبرعات والآخر وبعديها بس خلصت بالـ 2016 نزلت بالانتخابات للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لأنه صراحة في تجربة من الدول من قلب الدول النامية اللي راح تعطي الأمل لجميع الدول النامية إذا إذا بتشتغلوا صح وبنظام وبعمل فريق فيكم تنجزوا وتحسنوا العلاج لمرضى السرطان بشعوبكم اللي هو إلهم الحق إنه يطلقوا العلاج الصح وأكيد ما في شيء مستحيل سمو الأميرة أبدا وللأسف نسبة الإصابة بالسرطان تزيد كل سنة عن اللي قبلها فإحنا حابين نعرف منك ومن وجهة نظرك ما هي أساليب كفاح هذا المرض أول إشي زي ما بتعرفي عالميا من قبل أرقام منظمة الصحة العالمية إحنا عم نتكلم عن 18.1.1 مليون حالة جديدة سنويا هذا عالميا وعم نتحدث عن 9.6 نسبة الوفاء عالميا بس الناس اللي ما بتعرفها وطبعا السرطان بتزايد لأنه كلياتنا لازم نشتغل أكتر على تجنب والكشف المبكر والكفاح ضد مرض السرطان نسبة من 9.6 مليون نسب وفاء 70% بالدول النامية اللي هي مين هي دولنا إحنا 70% وهذا هي مهمة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان إنه إحنا بنشتغل على العدالة زي ما أنا أم لطفل نجم مرض السرطان صح حلي هذا اللقب أنا مش أحسن من حدا أنا وجوزي كأهل مش أحسن من حدا في كتير أهالي بيحبوا أولادهم أكتر منا لازم كل واحد يحصل على هاي الفرصة للشفاء هذا هو مرض العصر فلما إحنا الاتحاد من نتأكد ومنشتغل عالميا وإقليميا بكل أنحاء العالم إنه ما بيصير فرصة العلاج أو الشفاء من مرض السرطان إنه فرصة مريض السرطان إنه يعيش تعتمد إنه وين هو بعيش أو قديش معاه مصاري فإذا نتكلم إقليميا عم نتكلم بالأمرو ريجين اللي هي منطقة الشرق الأوسط كما تصنف من قبل منظمة الصحة العالمية اللي هي من 21 دولة شمال أفريقيا ودول الخليج دول الأردن وسوريا ولبنان إلى آخره بيحكوا عن 670 ألف حالة جديدة سنويا الآن بمنطقتنا العربية بمنطقتنا العربية اللي هي الأمرو ريجين 21 دولة بتضم كمان الباكستان وغيرها يعني هيك بيصنفونا وإذا بنتكلم عن 415 ألف حالة وفاة تخيلوا 70% من الحالات اللي جديدة بيموتوا 70% تخيلي هذا مش مقبول إطلاقا فمعناته إحنا وضعنا كتير حرج ومش هيك عم بيقولوا أن منطقتنا العربية رح تشهد أكبر تزايد من كل المناطق المصنفة بتخيلي من الدول النامية فمعناته إحنا وضعنا مش بس لازم نشتغل هلا لازم نشتغل مبارح صح إحنا عم نشتغل خلينا نقول على العلاج منيح ممتاز إحنا بحاجة لعلاج صح وعلاج ذو نوعية صح لأنه نعطي أفضل فرصة ولكن ما عم نشتغل بطريقة صحيحة أبدا بالتجنب والكشف المبكر يعني لما إحنا لساتنا وين ما بتروحي بمنطقة عربية ما في تطبيق مئة بالمئة على مكافحة التبغ أبدا هلا مكافحة التبغ هل هي بدها موارد مالية أبدا هاي بس بدها إرادة سياسية إنه إحنا رح نطبق اللي هي الاتفاقيات ضد مكافحة التبغ الإطارية اللي معظم بلادنا وقعوا عليها على فكرة وقعوا عليها لازم بس عليهم بند بند يطبقوها ويحموا شعوبهم مظبوط ولا هذا واجب الحكومات إنه توفر البيئة الملائمة لتقدر تحمي شعوبها صح ولا هذا واجبهم هلا في إشي على الفرد مظبوط في إشي على الفرد إنه أنا أتبع حياة سليمة أكل الأكل السليم أعمل رياضة أدير بالي على وزني ما أتعطى الكحول ما أدخن ما أتشمس كتير إلى آخر هذا واجبي ولكن كمان واجب الحكومة توفر البيئة الملائمة إلي فإحنا ما عم نشتغل على هاي صح وبنفس الوقت في كمان عندك الكشف مبكر لمرض السلطان وإنت سموك بعد رأستي حملة من أكبر الحملات التوعية بمخاطر التبغ والدخان ويمكن إحنا الحين كثير من الشباب يدخنون أرقيلة أو دخان وما يهتمون لصحتهم يقول لك يعني الواحد عايش كم مرة ولا وصارت جزء من أصلا الروتين اليومي أنه فعلا ما تكمل الوناسة إلا مثلا نتجمع في مقهى أو شي ونشيش فإنت سمو الأميرة كرئيسة للاتحاد الدولي لمكافحة السلطان هذا من أكبر الجزئيات التي تواجه خصوصا شعوبنا العربية شنو الأشياء اللي أنتوا جلسين تفكرون تسوونها لتخفيف بس هالصورة ذهنية عند الشباب طبعا أول إشي إحنا كتير نهتم بالتوعية وكتير من شبابنا وبمناطقنا العربية زي ما تفضلت أدما هم بحطوا الرك على الشخص يعني هي العبئ بحطوه على الشخص أنه أنت واجبك تتبع حياة سليمة بس ما بيحكوا القصة الثانية طب مين اللي بي أولا بيفتح بيعطي رخص للأرقيلة الحكومات اللي بتعطي رخص للأرقيلة مظبوط ولا لا بدهم يعملوا سياحة وبدهم يعملوا كذا هذا القطع عمين شو زم شاب صغير بفكر أنه أوكي في محل أرقيلة وبعدين بيعطوا ودخلوا الفتيات بصورة كتير كبيرة بالأرقيلة لأنهم بيفكروا شبابنا أنه الأرقيلة هي أخف من التدخين مع أنه هي أسوأ من التدخين بعشر أضعاف ليش؟ لأنه أنت بتدخن أرقيلة لعدة ساعات وما بتلاحظ طبعا مين المبسوط؟ أصحاب المقاهي والكذا لأنه أنت لما بتجيب جمعة كبيرة وبتطلب قهوة وبتطلب شاي وبتطلب حكا تصرف أكتر بس أنت فعليا عم بتدخن مش بس بكي كأنك عم بتدخن بكيت بهاي الساعة 28 سجارة تقريبا والناس بتنسى أنه السجارة والأرقيلة فيها فوق الخمس تلاف كيماوي إحنا ما عم نحكي فقط عن النكوتين والإدمان أنت عم تحكي عن مواد مصرطنة يعني كأنك روحت على خزانة قلنا نروح لمحل تنظيف السيارات كأنك بالسجارة فتحت الخزانة لحظت شوية بنزين لحظت شوية كلوروكس لحظت مواد مصرطنة أنت بحياة ما بتتخيل أنك أنت أصلا تقرب عليها بس لأنه بحطوا نكهة حلوة وريحة حلوة بتاع في المعسل والروائح الجميلة بتحكوا على عائلنا فبتفكروا إشي كويس بس هو فعليا أنت عم لحالك عم تاخد مواد مصرطنة بإيدك بس كمان بحب أقول أنه شبابنا ما بيعرفوا أنه شركات التدخين هذه هي استراتيجيتها هل بتعرفوا أنه الشركات التدخين عندها استراتيجيات هي بتعرف هي بس هدفها أنه تزقط الشباب تمسكهم من صغرهم لعند فقط عمر الستة وعشرين لأنه إذا ما مسكوا الشاب بهذا الوقت خلص بطل زبون لمدى الحياة راحت عليهم وعندهم تخيلوا شركات التدخين العالمية عندهم ميزانيات تفوق دول بالبلايين وللعلم رئيس مدراء هاي الشركات هو ما بيستخدم السجارة هو ما بيستخدم منتوجه لأنه بيعرف شو الكيمويات المصرطنة فيها هو بالعكس إنسان صحي بتلاقيه بيعمل رياضة بس هو هدفه أنه يمسك شبابنا لما أسواقهم وقفت بأمريكا وبأوروبا وين دم يروحوا؟ على أسواقنا إحنا إحنا وإفريقيا وإحنا للأسف نستقبلهم نعطيهم برخص نفتح لهم الأبواب بعد سمو الأميرة سمو الأميرة طيب وش تقولين لكل أسرة ولكل شاب ولكل فتاة جلسة تتابعنا في هذا الوقت شون الرسالة المتوصلين هنا؟ أقول إنه سرطان مرض السرطان سرطان العصر وعم بتزايد وإذا هلأ حكوماتنا مش قادرة أصلا تتحمل عبق علاج مرض السرطان وإلى آخره إحنا لازم نوقف الحنفية نوقف الزباين الجدد اللي جاين ما بكفي بس نفتح مستشويات ونعالج لازم تجنب مرض السرطان الكشف المبكر عنه نوقف الزباين التنامي من الحالات الجديدة اللي ما في حكومة تقدر تصدها بس بحكي لكم يا شباب لازم تعرفوا إنه أنتو تحت مؤامرة شركات التدخين هدولة بس بتطلعوا عليكم كأنتو بتعبوا جيوبهم مصاري يعني لو هلأ بتعمل جوجل بسيط لمدير من إحدى مدراء الشركات العالمية للتدخين بتلاقي معاشوا المعلن فقط بركي خمس ملايين بالسنة بينما على صحتكم أنتو على صحة شبابنا ورئات شبابنا هم بس بدهم يكتسحوا رئات شبابنا ويحطوا الدولارات بجيوبهم فلازم نفيع حالنا نعرف إنه يعني الواحد لا بيقدر يتجنب السرطان 30% هي مسؤوليتنا بس كمان بوجه للحكومات هذا واجبكم أنتو أن يتوفروا البيرة الملائمة لأننا نقدر نمارس حياتنا شخصية ونأكل أكل صحي يعني لما يكون الأكل الغير صحي أغلى أرخص من الأكل الصحي كيف بدهم لمارس الفقير؟ بلا شك والخير فيكم سمو الأميرة يعني الأمانة جهودكم جميلة جدا ويعطيكم ربي ألف عافية وحن الأمانة كثير سعداء بتواجدك اليوم ويانا وشكرا لك فإن كان لقاء إيجابي يمكن هذا الصوت يوصل لملايين من الناس والله يعطيك ألف عافية شكرا لك مول أميرة دينا مرعد رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ومديرة سابقة لمؤسسة الحسين للسرطان